ختاب جولتنا من أعمدة الرأي والمقالات بزاوية حروف ونقاط للكاتب النور أحمد النور من أخيرة صحيفة الأخبار بعنوان الصناعة تستغيث يشير الكاتب في مقدمة زاويته إلى شكاوى أصحاب المصانع من تعدد الرسوم والجبايات إلى جانب ارتفاع كلفة التشغيل والتصاعد مدخلات الإنتاج مما يضعف من قدرة السلع السودانية على المنافسة في السوق الخارجي ويبطئ من خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويرى النور أن من يؤمنون بنظرية المؤامرة يعتقدون أن أياد خفية تسعى لتدمير الصناعة في البلاد عبر إرهاقها بمزيد من الرسوم حتى يعجز أصحاب المصانع والمستثمرون وتقف عجلة الإنتاج ويتشرد الآلاف من العاملين وتضيع وراءهم أسرهم التي تقتات من دخولهم المحدودة ويذهب النور إلى أن الصناعة الوطنية وجدت نفسها لأول مرة أمام منافسة حقيقية أمام السلع والبضائع من السوق الإقليمي المجاور وهذا بمثابة إنذار مبكر قبل مواجهة المستوى العالمي أيضا في وقت ينتظر أن ينضم السودان إلى منظمة التجارة العالمية قريبا مما يتطلب من الحكومة تخفيض الرسوم والجمارك تدريجيا حتى تصل المرحلة الصفرية ويستدرك النور لكن الجهات الرسمية تمضيف اتجاه معاكس ويختتم زاويته وهو يتساءل قبل استعداد الصناعة الوطنية هل الحكومة لتحمل تبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالتخلي عن الرسوم والجمارك وفتح الأسواق للمنتجات العابرة للحدود وسيطرتها على الأسواق باعتبارها أقل سعر